وقررت خليل أنه من الصعب ولادة حكومة جديدة بغياب التيار الصدري لكونها أحد أكبر الإشكاليات وأكدت أنه لا بأس أن يطرح مرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني برنامجه الحكومي لكن بالاتفاق مع التيار الصدري هل ستكون هناك أو ستمضي حكومة بدون التيار الصدري؟ يعني هذه صعبة جداً أنا أشوف منظور شخصي أنه من الصعب جداً لأنه هو الفائز الأول وينسحب من البرلمان وبالتالي يأتي غيرهم إلى البرلمان ويشكل الأغلبية وبالتالي يقصى التيار الصدري يعني هذه حقيقة صعبة جداً في العراق ونحن نعرف بأنه السيد الصدر أيضاً جمهورة واسع وكبير هذه راح تسبب مستقبلاً أيضاً إشكاليات أمام الحكومة وتحديات كبيرة جداً فلماذا لا يكون هناك اتفاق؟ يعني برأيي أنه الاتفاق يكون أفضل أو الذهاب بالنهاية باتفاق سياسي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات كحل يعني إذا بقي هذا الانسداد أما الذهاب إلى كسر إرادات وإبعاد جهة فأعتقد أنه هذا يعني لن يكون في صالح العملية السياسية برمتها يعني لا بأس في أنه يطرح برنامجة لكن يجب الاتفاق مع التيار الصدري يعني هل هو اتفاق بين كل الأطراف الشيعية؟ لأنه نحن حرصون دائماً في الحزب الديمقراطي الكردستاني على أنه دائماً المكونات تتفق فيما بينها وتحصل على اتفاق وتوافق وبالتالي نحن نكون معهم يعني حتى بالنسبة للأخوة من السنة عندما اتفقوا على أن يكون السيد الحلبوسي ورئيس البرلمان بالتالي يعني ليست لدينا اعتراضات أن يتفق البيت الشيع على أن يكون سواء السيد محمد الشيع أو غيره ليست لدينا فيتو على أي شخصية أو أي اسم لكن أن يكون هناك اتفاق عليها وقبول من جميع الأطراف حتى تنجح الحكومة في مسعى لأن الحقيقة هذه المرة أمام الشعب العراقي التظاهرات كسرت جدار الصمت ترجمة نانسي قنقر